لم تحصر الولايات المتحدة شكوها ضد إيران بإسقاط المسيرة وركزت على المخاطر البحرية والجوية التي تواجه حركة النقل العالمية وحرمت إيران من حق عرض حجتها أمام المجلس اليوم يتلقى مجلس الأمن إحاطة من جانب واحد فالولايات المتحدة تستغل موقعها كعضو دائم لترويج لسياسة معادية لإيران وعرض رافينشي أدلة إيران على انتهاك المسيرة الأمريكية الأجواء الإيرانية وأكد أن بلاده تجاهلت انتهاكا ثانيا بهدف التهدئة وطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة قيادة مبادرة للحوار الإقليمي بهدف منع التصعيد العسكري مندوب روسيا استغرب توجيه الاتهامات جزافا إلى إيران ثم طلب الولايات المتحدة الحوار معها تحت العقوبات نسمع من واشنطن أنهم يريدون الحوار مع إيران فيما يقول بعض المسؤولين الإيرانيين لا يمكن إقامة حوار مع من يضع سكينا على رقبتك فأي نوع من الحوار عندما تفرض أشد أنواع العقوبات على الإطلاق وبعد مشاورات دامت ساعتين نقل رئيس المجلس أن الأعضاء أجمعوا على إدانة التعرض لناقلات النفط دون توجيه اتهام لأحد وخرج ممثل الولايات المتحدة ليوجه الاتهامات إلى إيران في كل شيء مميزا بين المجال الجوي لإيران ومجال معلومات الطيران الإيراني يجو أن تفهم إيران أن سلوكها غير مقبول وأن الأوان لكي ينضم العالم إلينا ويقول الشيء نفسه أما الدول الأوروبية فأعلنت تمسكها بالاتفاق النووي وبالعمل على التهديئة رغبت الولايات المتحدة بحشد دعم دولي كامل إلى جانبها في النزاع أو المواجهة مع إيران لكنها وجهت بموقف عالمي صارم يؤكد التمسك بالاتفاق النووي كضمان أساسي للسلام في المنطقة وفي العالم نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين ترجمة نانسي قنقر